السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم. اهلان بيكم. اهلان قولي النهاردة التوقعات العاطفية لموليد برج الحمل شهر يونيو. اهلان وسهلا برج الحمل. اهلان شوف الاول الطاقة العامة. اهلان شاء الله. اه برج الحمل شايفة تقطك في الشهر ده كلها حيوية ونشاط. شايفك متفائل. اه شايفة ان ده كمان هيكون منعكس عليك خارجيا. يعني شايفك هيكون مهتم بتفاصيل المظهر. اه وده هيلفت انتباه كل اللي هيقابلك يعني. كل اللي حواليك وكل اللي هيقابلك. اه وده هيزود من ثقتك بنفسك. اه وبالتالي هتكون منفتح اجتماعيا اكتر. اه شايف كمان عندك برج الحمل تحسن مادي ملحوظ. تحسن مادي واضح. اه مش حاجة قوية يعني حاجة واو فلوس واو. بس اه انت الفترة اللي فاتت كانت متقزمة معاك كتير في نواحي كتير مادية. اه لا الفترة دي ان شاء الله ان شاء الله. اه في تحسن مادي عن الفترة اللي فاتت ملحوظة. يعني تحسن مادي واضح. البعض منكم هيكون اه عنده صفر. بس بعضكم صفر ده مش للشغل. بعضكم ممكن يكون زيارة للاهل او صفر ترفيهي. اه شايفك يا برج الحمل تعمل مع طاقة مائية. انا شايفة هنا قدامي طاقات كتير. تقريبا كل الطاقات موجودة مع طاقة مائية. العلاقة فيها توتر. ممكن كمان نقول انها انها فيها استغلال سواء. ممكن لتنين. اه انت مش فاهم الطرف التاني اه دماغه ايه بيفكر ازاي. بس ممكن اثناء القراءة اقولك الطرف التاني دماغه ايه بيفكر ازاي. اه مم. التوتر والمشاكل يا برج الحمل انا شايفةها مع كل الطاقات الطاقة النارية والطاقة الهوائية ظهرت جدا بوضح في القراءة برغم التفاقل اللي انا شفته في اول القراءة بس برضو شايفة بعضوكم مهموم قوي يعني حاسس بظلم وحزن شوف هي هنا ظهرت لك ازاي هو ظهرت ان ده في تفكيرك انت في تفكيرك انت مش معناها انك مش بتمر بمشاكل او عندك او في حاجة مضايقك انت بتمر بيها بالفعل لا هو في حاجة فعلا بضايقك انت بتمر بيها بس الطاقة اللي عندك دي او الحزن اللي عندك ده المشكلة فيها عندك انت يعني فيه امور كتير يا برج الحمل انت بتفسرها غلط كلامك عن نفسك كمان بيقصر على حياتك بشكل سلبي يعني لو بتفدل تتكلم عن نفسك بشكل سلبي زي مثلا اه انا حظي قليل انا هفضل كده الحاجات اللي هي زي دي بتخلي تقطق دايما منخفضة ومهما اقول لك بقى يعني مهما اقول لك سواء انا بتسمعني انا او بتسمع حد غيري انه لو قلت لك انه فيه تحسن ان اللي جاي احسن ان فيه اي حاجة كويسة جاية بحياتك لو بالتفكير ده انت هتخلي الامور توقف انا عايزك مش تصدق كلامي يعني مش تقول ان انا بكلامي صح او ان فيه حاجة هتحصل لك فعلا انا عايزة اظنك بربنا يكون جميل او ظنك في الله يكون خير اه نلغي الافكار دي من حياتنا كل الامور هتتحسن بازن الله انت عندك تحسن قراءتك لحد دلوقتي القراءة يعني ممكن اقول عليها تجيتها برغم انني شايف حالات انفصال كتير بعضكو مش كلكو هو اللي مصر على يعني يقطع العلاقة مش عايز رجوع تاني المشاكل اللي حصلت خلت تفكيرك اكتر حاجة مركز على نفسك مش تفكير مش مش تفكير قناني يعني انت ده تفكيرك مش تركز على نفسك ان انت تبقى قناني لا هوضحها لك ازاي انت حاسس انك محتاج تبقى مع نفسك اكتر بالرغم ان انت جي لك عرض رجوع يعني جي لك بالفعل عرض رجوع من الطرف التاني وانت رفض او ممكن يجي لك في الفترة القريبة اللي احنا فيها دي كل تفكيرك يا برج الحمل انك تشتغل على نفسك انا انا بتكلم على الناس اللي في الوضع ده اللي انا بتكلم عنه ده تفكيرك كله انك بتشتغل على نفسك بتركز على الجانب العملي اكتر ممكن تكون عايز تسافر او عايز تغير مكان شغلك وتبعد مش تبعد هروب انا شايفها طموح يعني شايفها من لان تفكيرك بقى متركز اكتر على الناحية دي فانا شايفة ان هو طموح زايد عندك في الفترة دي وانا بقولك ان الفرصة مناسبة ومتاحة جدا كل اللي انت بتفكر فيه لاني شايفك بالفعل شغال على ده انت شغال على نفسك فعلا اه لكن بعضكو في رجوع فعلا في رجوع للطرف التاني بس سويني سويني معي موضوع السفر اللي عنده عرض سفر شايفة في بعضكو عنده حيرة بين بين حب وبين سفر شايفك تفكيرك بيقولك يعني انك لو سفرت هتضطر تبعد بس انا شايفة ان قراءة بتقولك ان السفر هو الافضل ليك هو مش هيحصل انفصال لكن ممكن نقول ان العلاقة هتتطور للاحسن وتتغير كلها لصالحك ممكن تتغير كل العلاقة لصالحك انت يا برج الحمل نرجع تاني للمنفصلين برج الحمل انا فاكرا اني كلمتك في كراءة ابريل عن اختياراتك الغلط شايفة ان دا اذاك كتير في حياتك انت بتعرف بعدها ان الاختيار غلط دا كمان ظاهر عندي في الكراءة هنا في شهر يونيو ظاهر عندي برضو للاسف انت لما بتعرف بيكون يعني بعد ما دا بيكون خد منك ومن اعصابك انت بتخسر اللي بيوجع كمان ان شايفة ان في بعضوكو الحب دا من طرف واحد اللي هو انت في حب في بعضوكو عندو الحب دا من طرفك انت بس يا برج الحمل شايفة في خداع شايفة العلاقة خلعت فيها فيه خداع فيه كذب انت تعرضت له وانت ساعدت فيه يا ربي يكون كلمي واضح يكون عارفة وصل اللي انا عايزة اقوله الكذب والخداع اللي انت تعرضت له انت ساعدت فيه يا برج الحمل لانك كذبت كذبت احساسك اصلا يعني انت اجيلك الاحساس كذا مرة وكذبته برغم كده انا شايفة الحب حواليك بس انت باصس في اتجاه غلط وبالتالي وضعك حزين انت بتلاقي بعد ما بتبص الاتجاه الغلط انت بتلاقي تجاهل بتلاقي ظلم بتلاقي غش زي ما قلت برج الحمل انت لو غيرت فريق اللي بتختار بيها هتشوف الشخص المناسب واللي هو بالفعل موجود كارت العدالة زهر لك مرتين وده اللي انت هتحصل عليه في الشهر ده ان شاء الله سواء عاطفيا او ماديا شايفة هيكون فيه رجوع للمنفصلين بالذات المرتبطين بابراج نارية وممكن ترابية اقوى حاجة ابراج نارية لان شايفة طرف التاني تفكيره من ناحيتك تحول تماما انتو كان بينكو ضرب نار ومن ناحيتها هو اكتر اللي هو الطرف الثاني هو ناري زيك برضه الطرف الثاني ده اهملك كتير كان لا يبالي بيك دايما يعني بيفكر دايما بيفكر في اخطاءك يعني دايما معاملته معك انت بتشوفها سيئة لان هو تفكيره من ناحيتك سلبي تفكيره من ناحيتك انت بتعمل كذا انت بتتصرف كذا انت بتفكر كذا تفكيره من ناحيتك كله بالشكل ده فبالتالي تصرفاته معاك ما كانتش حلوة ابدا بص الطرف التاني انا شايفاه دلوقتي وكأنه بيحكم ضميره يعني هو تفكيره تبدل تبدل يعني تبدل تماما بيفكر في اخطاءه هو يعني العلاقة اتنى ما انتوا فيها مع بعض هو دلوقتي بيفكر في اخطاءه هو او ممكن في الظلم اللي عرضك دي فيه رجوع ان شاء الله بس هو لما يرجع مش هيقولك كده مش هيقولك الكلام بالشكل ده لاني زي ما قلت انا شايفه طاقته نارية حتى لو هو برج تاني فهو طاقته نارية يعني مش هيحس يعني مش هيقولك انا غلطان والحاجات دي لأ لأ بس هي ممكن التعويض منه يكون بافعيل اكتر منها كلام يعني انت بقى تعمل ايه انت برج الحمل تعمل ايه انت لازم تتعامل مع مع الموقف بزكاء يعني انا شايفك هتكون مندفعة هتكون متهور اه ام لأ انت لازم تتعامل بزكاء بزكاء يعني كانك بتلاعب الشخص اللي قدامك اتعامل بدماغك. مش بخبس. زكاء تفرق عن خبس. آآ لان لو انت ما تعملتش كده زي ما انا بقول لك وتعاملت بالشكل اللي انا شايفي لها وتعاملت بتهور وبندفاع. آآ ممكن ترجع المشاكل تاني. مشاكل اللي كانت بينكم ممكن ترجع تاني. آآ برج الحمل شهر يونيو الشهر ده مهم جدا 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 في حياتك. آآ في حاجات كتير جدا في ايدك. آآ في ايدك انت انك تحول كل حاجة لصالحك. مش حد تاني. انت بس اللي تقدر تحول كل حاجة لصالحك. وده مش بس على المستوى العاطفي. آآ انت محتاج تفكر محتاج تخطط لكل حاجة عايز تعملها. او للشكل اللي انت عايزوا لحياتك. لان بناء عليه سدقني هيكون في تحول كبير جدا جدا على مستويات كتير او يعني كزا جانب في حياتك هيكون في تحسن الاحسن الاحسن. آآ لباقي لباقي السنة بقى يعني ده هيخدنا مش مش الشهر ده الشهر ده هو اللي هيكون فاصل. آآ نفس الكلام ينطبق على المتزوجين والغير مرتبطين. المتزوجين يا برج الحمل شايفة فيه توتر كبير في العلاقة زي ما قلت الموضوع محتاج منك زكاء وحكمة وتركيز. لانك شوية بتبقى مش عارفة اقولها لك ازاي مش عارفة اوصلها لك ازاي يعني زي ما قلت او ممكن يكون ده ممكن نسميها اندفاع. اندفاع بقى في تصرفات في ردود افعال حتى لو اندفاع ايجابي انا ما بقولش اندفاع يعني ان انت آآ جاية من العصبية مسلا على قدامك. لا حتى لو اندفاع في مشاعرك. كل اللي ده لازم آآ لازم يبقى عليه كنترول. آآ برضو انا لسه هنا مع المتزوجين شايفة منكم يعني ليه لازم يفكر التفكير ده. آآ ممكن تكون بتتعرض لغادرة او خداع. يعني عند البعض كمان احتمال دخول او وجود طرف تالت في العلاقة وفي الغالب اللي في الوضع ده. انت عارف كده. يعني انا مش بقول حاجة انت مش عارفها. وده طبعا اكيد مش عندك كل. موضوع طرف تالت دي مش عندك مش عندك. لكن اللي انا بكلمه في الحالة دي هو عارف كده. آآ كمان الغير مرتبطين. آآ في حب مناسب برضو موجود حواليك. انت بس محتاج تشوفه. موجود او موجود. انت شايفه? لا انت مش شايفه. مش شايفه خالص. انك زي ما قلت برضو في البداية انت باصس في اتجاه تاني غلط. الاتجاه التاني غلط اللي انت باصس فيه ده هيخسرك كتير. الحد التاني اللي بيحبك ده هو بيحاول يعني. انا شايفة منه بيحاول ان هو يتكلم. آآ في حاجة منعية. ممكن يكون تجاهلك. ممكن يكون مستني يتأكد. آآ ده قرارك انت يا برج الحمل بس انا شايفة في حد هيحاول يتدخل. في حد هيحاول يتدخل او يأثر عليك او يحسسك انك دايما غلط آآ آآ نوع من انواع الانتقاد يعني. المطلوب منك انك تتجاهل اي نقط او اي تأثير يعني اي تأثير خارجي تتجاهله خالص اللي هو ممكن يأثر على قراراتك. قراراتك دي اللي هتيجي فين? هتيجي بعد التفكير. زي ما قلت شهر يونيو آآ من الواضح من القراءة كلها ان هو آآ شهر مصيري. شهر فيه انتقال لحاجة تانية احسن في حياتك ان شاء الله. آآ زي ما قلت برج الحمل القراءة كويسة فيه نسبة رجوع ان شاء الله. مع طاقات نارية وترابية. لكن مع الابراج الترابية فيه بس قدامي حاجة عايز اقولها. آآ شايفة فيه شوية تعنط من ناحية الطرف التاني اللي هو الترابي برغم الحب. فيه حب بس انتو مختلفين تماما. هو يعني هو شايف كل السلبية في طباعك. ده طبعا من وجهة نظره. سلبيات كتير جدا هو شايفها في طباعك من وجهة نظره هو يعني بالطريقة اللي هو بيشوف بيها الحياة وبالطريقة اللي هو بيشوف بيها البني قدمين. مش شرط ان انت تكون كده فعلا. اشتركوا في القناة